شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أهل انهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وعدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 لاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي وقد شهد الحفل كلهم من صاحب السمو الشيخ ميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن سقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وصمو الشيخ منصور بن زايد أهل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وصلت العرض الرسمي لعيد الاتحاد الثاني والخمسين الذي أقيم هذا العام في مدينة إكسبو صلت ضوء على قصة الاتحاد الملهمة وأبرز ملامح الرحلة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس اتحادها عام 1971 ومواصلتها المسيرة وتزامنا مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناقب 28 ومواكبة لعام الاستدامة